وصفة النهاردة من أكتر وأشهر الأكلات اللي بنحب ناكلها دايما محدش اختلف عليها سواء صغيرين أو كبار وصفة النهاردة هي البيتزا معاكم رشا حامد والنهاردة هعمل معاكم أسهل وألز بيتزا ممكن تكلوها بمكونات كلها موجودة في البيت وبدون عجن كمان وهي دي مفاجئة النهاردة بس ياريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك ويلا بينا نشوفوا المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة وطبعا أول حاجة هنعملها عجينة البيتزا هنحتاج 3 كبايات من الدي الديلة هبستخدمه جميع الأهراض لازم يكون دي قوي يعني دي مخصص للمغبوزات وهحتاج ربع معلقة صغيرة من الخميرة أيوة ربع معلقة بس وربع معلقة كمان من السكر ومعلقتين صغيرين من الملح معلقتين صغيرين وكباية ونص من الماء بالنسبة للدي أنا هنا استخدمت دي مخصص للبيتزا بس ممكن نستخدم دي للمغبوزات أول حاجة هنبدأ نضيف الماء في بولة غويتة وهنحط بعد كده السكر والخميرة وهنقلبهم مع بعض وهنغطيهم ونسيبهم حوالي خمس دقيق هي مش هتخمر بس عشان اتأكد ان المكونات انتمجت مع بعض وبعد الخمس دقيق هبدأ أضيف بقيت المكونات اللي هي عبارة عن الثلاث كبايات دقيق ومعلقتين صغيرين الملح انا كمان هزاود مكون انا في الحقيقة بحب استخدمه في عجينة البيتزا هو زيت الزتون انا هحط معلقة كبيرة من زيت الزتون وكل المكونات دي هقلبها بالمعلقة من غير اي ادوات من غير اي مكانة من غير اي حاجة خالص هقلبها لمدة دقتين هتوصل بالقوام ده العجينة بتبقى ستيكي شوية بتلزق شوية بس هو ده القوام اللي انا عايزيه والمزبوط للعجينة اللي انا هستخدمها النهاردة بس كده هغطيها واسبها اتناشر ساعة ايوة اتناشر ساعة من اتناشر لتمنتاشر ساعة وده السر من اسرار نجاح العجينة النهاردة لازم نسيبها اقل حاجة اتناشر ساعة في درجة حرارة الجو يعني ممكن تحضروه من بالليل زي ما انا عملت ودلوقتي هحضر صوص البيتزا الفضيع اسهل واطعم صوص لبيتزا كلنا نحتاجه علبة من الطماطم او طماطم فريش بس انا الحقيقة ما كانش عندي طماطم فريش وانا احتاج بصلايا بصل ابيض وفصين من التوم ويزيت زيت زتون وفلفل اسود وملح وسكر وكمان راشة صغيرة من الفلفل الاحمر وده اختيال فحل على النار هنحط زيت الزتون وبعدين البصل والتوم هنقطعه اي تقطيع وكمان هحط زعتر فريش او ممكن زعتر مجفف كل ده هنقلبه على نار وسط لمدة دقتين لحد بس ما يتبل شوية صغيرين وبعدين هنضيف الطماطم وهنبدأ نضيف السكر والملح ورشة فلفل اسود كل ده على نار وسط اهم حاجة في سوس البيتزا ان هو يستوي على نار هادية عشان كل المكونات تدوب وتندمج مع بعض وتبقى بالشكل ده هنسيبه يبرد شوية وبعد كده هنبدأ نفرمه عشان لازم ان السوس يبقى بارد ولو حسيتوا ان انتوا مش هتستخدموا بكل الكمية اللي انتوا بتجاهزوها ممكن تحطوه في كيس في الفريزر شايفيني القوام؟ هو ده اللي انا محتاجه بس اما حاجة لازم يبرد هنرجع لعجينة البيتزا بعد ما سبتها 16 ساعة في درجة حرارة الجاو انا عايزة وريكوا المنظر اصلا كان فضيع انا عادت ابوصلها شوية من كتر ما انا كنت بجد مش مستوعبة هي ازاي حلوة كده وريحتها هتجنن التخمير حلو جدا شايفين الفقعات البابلز اللي عاملاها هي ده اللي انا عايزة طب يلا نشوف ازاي دلوقتي هنفرد عجينة البيتزا انا لازم ارش طبقة محترمة من الدي ايه لان العجينة دي حساسة جدا وبصوا بتلزق يعني هي مش مستحملة لان انا مسكة اساسا بصوا لازم اتعامل معاها بحساسية لان جواها كمية هوا مش طبعية كل اللي انا هعمله هغلفها بالدي من كل النواحي قبل ما ابدأ اقسمها بالشكل ده الكمية دي ممكن تعمل اربع وحدات من البيتزا حجمه وسط او اتنين كبار شوية كل اللي انا هعمله دلوقتي هشكل اربع كور وطبعا هشكلهم بالراحة جدا على قد مقدر عشان ما طلعش اي فرغات هوا جوه البيتزا واسيبهم يرتاحوا تاني عشر دقايق مش اكتر من كده في الوقت ده هشغل الفرن على اعلى حاجة ايوه اعلى حاجة انا الفرن بتاعي شغلته على ميتين وخمسين درجة ولازم يبقى صابك التسخين يعني اقل حاجة عشر دقايق قبل ما ابدأ ان انا ادخل البيتزا الفرن وهنحط الرف على اول رف من تحته خالص وبعدين انا جبت ورقة زبدة ورشيت ورقة الزبدة سيمولينا او دي ايه سيميت لانها بتخلي البيتزا كريسبي اوي من تحت وبعدين بفردها بايدي انا مش بحتاجة اي ادوات انا بفردها واحدة واحدة عشان اقدر حافظ على الهوى اللي جوه البيتزا لو حسيت ان هي مش بتتفرد اوي انا ممكن اسيبها خمس دقيق وارجع افردها تاني بس ما تنسوش افردوها بالروحة علشان تحافظوا على الهوى اللي جوه العجينة وطبعا افردوها حسب السمك اللي انتو بتحبوه انا في الحياة فردتها سمك وسط ولا هوى تخين ولا رفيع بس المهم نفرد كل الكمية قبل ما نبدأ في الحشوات وبعد ما فردت كل الكمية اللي انا عملتها بجيب شوكة وابدأ اعمل اخرام جوه العجينة علشان اتأكد ان هي مش تترفع زيادة جوه الفرن دلوقتي سوس البيتزا خلاص برد وهبدأ افرد السوس بحسب الكمية اللي انتو عايزين انا حطيت في كل البيتزا حوالي 3 معالي كبار من سوس البيتزا وبعدين الحشوات حسب زوجو انا عملت اول واحدة مارجليتا اللي هي جبنة موزاريلا بس بس انتم ممكن تحطوا اي نوع جبنة انتم بتحبوه وبعدين هبدأ احط للاطراف زيت زاتون بالفرشة ده بيخلي الاطراف كريسبي وطعمها فعلا حلوة قوي بالنسبة لتاني بيتزا هعمل نفس الخطوات حطيت 3 معالي من سوس البيتزا وبعدين دي هعملها بالخضر انا حطيت مشروم ممكن تسوي المشروم على فكرة او تضيفوه كده زي بيبقى طعمه فعلا حلو قوي وحطيت فلفل كمان وكمان حطيت الزاتون تقدروا تحطوا اي حشوة انتم بتفضلوه بس اخلي بالكم ما تحطوش الحشوة كتيرة ما تبقاش الحشوة طبقة سميكة دي مهم جدا واخر حاجة هضيفها هي الجبنة الموزاريلا بس ممكن تضيفو اي نوع جبنة انتم بتفضلوه بجد وصفة سهلة جدا ومن اكتر وصفات البيتزا اللي بحب اعملها دايما لانها سهلة ولذيذة وما بتاخدش اي وقت او مجهود جربوها على ضمانتي واكيد اكيد مش هتعملو غيرها انا متأكدة وبكده خلصت وصفة النهاردة اتمنى تكونوا عرفت كل اسرار وتفاصيل عمل اجمل بيتزا بدون عجل او مجهود صدقوني بعد وصفة النهاردة مش هتشتروا بيتزا من بره تاني ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك ولو اول مرة تشوفوا قناتي تنزلوا تحت تشتركوا علشان يصلكم كل جديد واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله باي باي